بعد ما عملنا دي اكس اف باش مهانسين وحفظناه هيبقى دلوقتي الحتة اللي هي بتاعت ايه ان انا بقى عايز دي اكس اف ده اصدره لبرنامج الساب طب فبيتم تصدره ازاي لبرنامج الساب بتيجي على فايل تمام وبعد كده تقوله امبورت فايل امبورت وتوكات دي اكس اف فايل وتروح تفتح الفايل اللي انت حافز فيه القصة دي كلها انت حافزها فين احنا كنا حطنا هنا كده في السيشن بتاع الفيلا ادي فيلا دي اكس اف وتقول له حلو الكلام فبيجي يسألك اول سؤال بيقول لك انت عايز الرسمة دي تصهر فاني بلان اكس وات فين العمودي عليها فين المحور العمودي عليها زت فبنختر له هنا زت وطبيعي ان هو يسألك على اليونس حركة تشتغل بيونس ايه طن ومتر وايه وسليزيس فتقول له كيه بعد كده تبدأ تستورد جزء جزء ابدأ استورد جزء جزء اول حاجة نستوردها اللي مقصود بها مين العمدان فقول له هاتلي مين الساب كولو وارح اعيل له اوكي فيبدأ يظهر لي اماكن العمدان هين بمنتهى السؤولة هم متحددين كده على طوق اف صين جوينت ايه رسترين ايه هينش اوكي في السري دي العمدان كل عمود فين في مكانه ارجع تاني اكس وواي بعد ما ارجعت تاني اكس وواي اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه استورد تاني بيبقى فيبقى فيل امبورت وتو كات دي اكس اف وتو كات دي اكس اف واروح اعمل ايه استنى بس كده انا عايز اقولك حاجة لحظة واحد هو انا الاعمدة دي الاعمدة دي مش ان شاء الله المفروض ان انا في الاخر هطلع الرياكشن اللي عليها واصمن صح او لا مش صح مش لازم ابيعارف تركمها مش لازم ابيعارف تركمها طب ما تيجي نبص كده على التركم بالتاحها بيظهر ازاي تيجي هنا ويتقوله لو سمحت اظهر لي اللي اوكي فتلاقي ان التركم ايه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاش انت ده متراتبين بالزبط مع ده الجزء اللي فوق عارفهم متراتبين بالزبط ليه عشان انا ننصر وانا برقمهم علي الكاد وانت بادئ ايه من تحت وبدأت اركمهم كده لكن وضح ان في جزء مش مترتب واحد وعشرين اتنين وعشرين ودول اربعة وعشرين خمسة وعشرين صح لو انت مش شايف الارقام ممكن نكبرها من اين ايه 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 16 تمام يا مش مهندسنا طب افرد انا عايز ارتب دول بقى عايز اغير عساميه وانتبهم اغيرهم ازاي تقوم جاي محددهم كده وتذهب على edit في حاجة اسمها change label فيقول لك انت عايز تركتبهم فانهي اتجاه هقوله في اتجاه مين X وتسمهم لي C واحد والترتيب في اتجاه مين قلنا X خلاص كده وبعد كده تروح اقول له ايه اوكي ما يعملش حاجة انت عملت ايه انت لسه ما قولتروش لا مش لسه ما قولتوا يكتبهم انت لسه ما قولتروش يرتبهم بص كده هي نفس الي احنا قولناها دي C واحد وبعد كده تروح اقول له ايه بقى هنا من edit وتقول له ايه auto reliable all in list auto reliable all in list راح مغيره تروح اقول له اوكي يبقى ايه مغير بعد كده دول. نفس الكلام. تمام? وتروح هيقل له ايه? اوكي. وبعد كده دول. لا الشكل كله وبيعمل لقيبه افتجاه اكسلام افتجاه هواتي. الشكل كله هيطلقت. تمام? هتاخد وقت شوية بس في الاخر هبقى انا عارف كل الايه? كل الاعمدة بتاعتي كل عمود ما كانه فين بالزبط. عشان لما اجي اقول لك العمود رقم 12 في حد الخبط? العمود. ببعزة بضاحي خلي بالكم. اه ادي الام احمر واخدر وازر عشان ناس تفهم. يلا عمو. يلا فلوس بقى نعمل ايه اخر الشهر. ادت. اوت ريليبل. اقول الليست. اقول له اوكي. نفس الكلام هنا. ادت. وبعد كده دي نفس الكلام. زي ما قلت لك انا جايب مشروع انا عارف نوع كبير كان ممكن اجيب مشروع صغير شوية. تاهم? ونعمله وخلاص. لكن احنا عايزين نعمل ايه? نعمل مشروع كبير مش مشكلة هياخد مننا حبة وقت. تاهم? بس في بعد كده خطوات هنختصرها يعني. يعني لو حاجة زي مثلا زي اللي انا بعملها دي. اكيد لو كررت الامر ده خمسين مرة قدامك انت هم بتستفيدش حاجة يعني. فبعد كده هنصرع الدنيا ايه? شوية. دول الاخر واحدة هما. الاخر صف. اوكي. كده مش مهندس عشان لما حضرتك باقى في الاخر. اقول لك العمود رقم 16 يبقى معاك الرسمة دي? عارف العمود رقم 16 فيه? ما احنا بنعمل بقى مشروع مش مشروع مش ده مشروع ايه يا مش مهندس? فلما ديج انا طلعت الراجشن بتاع العمود رقم 16 طلعت تسليح بتاعه. اجي اروح اسقطه على اللوحة. هعرف منين ده العمود رقم 16. قعد ادور? ولا كده بقى هم مترتبين? كده بقى هم. مترتبين. بعد ما استوردنا العمدان ورقمناها نبدأ هنستورد مين تاني؟ هنستورد ايه تاني؟ الكاميراد. فهنروح اقيل له فايل, امبورت وتقول له لو سمحت خلاص كله تمام. هتلي عند الفريم واستورد مين؟ البيم. الفريم استورد مين؟ البيم. راح جايب لك كل الايه؟ كل البيم زهي. جايبها في مكانها. اروح انا رايح اعمل ايه بقى؟ عايز بقى بعد الجده خلاص خليها. ممكن تروح تخصص لها القطاع بتاعها. يعني هنم افروض دلوقتي اروح داخل هنا. اعرف الماتيريال. تمام? دي كان متين وخمسين. ده كان اتنين ونص. ده كان اتنين واثنين من عشرة فعشرة قسة ستة. ده هيبقى الفين. وده هيبقى الفين. اوكي. اوكي. وبعد كده اخش ادفين. السكشن الفريم سكشن. واقول له اد نيو. واقول له لو سمحت دور كونكريت. ريكتانجل. والسكاشن بتاعتي تبقى كم وكم? خمسة وعشرين في ستين. ويبقى الديبس بوينت ستة. والويتس. بوينت خمسة وعشرين. واخش عالست موديفاير ازبوطها بالمرة. التورشن الكونستانت واحد من الف. والمومنت اف انيرشيا اتنين وثلاثة باثنين. اوكي. اوكي. ده دفليشن دي بتاعت البلاطس. يعني الكاميرات مش تأثر معك. بتاعت البلاطس هاي اللي بتاعمل مقدم باش. انت حضرات متخيل لو انا كنت دلوقتي واشرح لك سابق. واشرح لك المشروع كنت متخيل انك هتبقى فاهم اي حاجة. ده ليه? عشان انا علاجي. نرتب الدبلوماس احد. شرحت لك الساب. بعد كده دلوقتي بتطبق في المشروع. فالخطوات دي المفروب نحضراتك عارفها ولا اهم. صح? تمام. انا متواضع شوية الحمد لله. الحمد لله. التواضع ده يعني اهم عندي حاجة. طيب. بعد ما عملنا القصة دي كلها نعمل ايه بقى? هبدأ ايه? اخش على لسه. احنا كنا لسه في وامواخد دي واخد منها ايه? كوبي. تمام? وخليها كام اتناشر في ستين. عارف ميستر كوبي اللي احنا عملناه دي يا باشماندس? ان انت لو دخلت عشسيت مديفار تلاقي بتزباطة الوحدة. تمام? اوكي اوكي. بعد كده كل اللي هتعملو ان انت تمسك بقى الكاميرا دي كاما المفروض كت خمسة وعشرين في ستين. يبقى اصين فريم. ركز معي. دي كت خمسة وعشرين في ستين فهم تعملها خمسة وعشرين في ستين. دي ودي ودي كانوا خمسة وعشرين في ستين فهم تعملو كام خمسة وعشرين في ايه في ستين. طب النى فوق هنا بقى دولة يا باشماندس. اه دي كت خمسة وعشرين في ستين فهم تمد tää كام. خمسة وعشرين في ستين. او كان ممكن الاسهال لي اقوم مسك دور كلهم كده مين الكتير? خمسة وعشرين في ستين فهم مسك دور كلهم كده اقوم بتديهم كام خمسة وعشر في ستين. وبعد كده كل اللي عليك تعملو ان انت تروح عال وغم هيبقتناشر. تمام? اللي هم هيبقوا اتناشر تعمل فيهم ايه? تديهم اتناشر في ستين. سهلة ولا صعبة? طبعا واضح ان الكاميرا دي مش كاملة. دي غلطة كده في الديكساف. اعدلها ازاي? على ايه اسنام? اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه? يا ريس طب ما بادر ما اللي انت عملت اعمله ده ما فيه اوامر زي بتاعت الاوتوكاد. فيه اوامر زي بتاعت الاوتوكاد. يعني انت لو مسكت ده كده او كده من هنا من ادت. حددت ده كده. قلت له ادت. ادت لاين. هتلاقه اوامر اكستيند. اقول له ايه? اعملوش. اعملوش لايه? شب حضرتك ما حددت لهوش يعمل اكستيند لمن? صح ارم صح? لازم احدد اللي اتنين انا كده حددت له ايه? واحد. فحددت له اللي اتنين. راح اعملو ايه? اكستيند. اللي تحت ده كان نفس الكلام. وقلت محدد ده ومحدد ده. وقلت له ايه? ادت ادت لاين اكستيند ابلاي اوكي اتعمل. سهلة? سهلة يا رجالة. بعد كده روح انا اعمل ايه? ديفاين سيكشن. المرة دي يعرف الاريا سيكشن. ادنيو كان كام? كان خمستاشر سنتي. فقوم عامل دي كده خمستاشر. وقوم عامل دي كده ايه? خمستاشر وقل له اوكي. وقل له ايه? ادنيو اتنين وعشرين سنتي. وهو ماخد دي اتنين. وهو ماخد دي كام? اتنين. وقل له ايه? ايه في ايه? ايه في ايه? اتنين. حلو الكلام كده شغاب. استوري بقى البلاطة بمنتعة سهولة. فايل نعم. ماشي احنا بقى. فايل اتجاه دي اكس افهم تجايب دي. وجايب دي من هنا كده. وقلت له ايه مش من دوس. اوكي. واستوريت لي المرة دي الشيل. هاتلي مين? الشيل. وقل له اوكي. راح جايبهم هم. في مشكلة? جايين زي الفل ولا مش زي الفل? زي الفل. انا كل اللي هعمله ان انا اروح محدد اللي تحت دول كده. وقل له لو سمحت دول ايه? اساين. اريا. اريا سيكشن. اديهم السيكنس الكام. الاتنين وعشرين. تمام? بعد كده تدوس على دي. عشان تشيل ده القصة دي. وتروح مختار اللي فوق. وتقول له ايه لو سمحت? خلي دول كام? خمستاشر. ابلاي اوكي. بقى دول اتنين وعشرين دول خمستاشر. مفروغ بعد كده بقى تبدأ ايه? تعمل بقى خطاط. احنا كده الحمدلله اللي احنا عملناه. ان احنا ايه? رسمنا الشكل بتاعنا. عايز تشوفه هو اكستروت. ممكن تشوفه كده اكستروت اهو. اوكي. الدنيا جميلة. الكاميرات مرسومة. ما مغرجش انها معمولة كده عادي. لكن هي الكاميرات ايه? مرسومة. هي ليها تصبيطة يعني. بس انا مش عايز اعملها تلوقتي. يعني هي ليها تصبيطة تخلي الكاميرات تظهر واحد. تعم? المفروض ان ان انت تخش تعمل ايه بقى? حط اللوت. مش عايز اعملها تلوقتي انا. يعني عايز استنى بس عشان اوليه حاجة. المهم المفروض اصلا. تمام? عارف المفروض كانت كنا نعمل ايه? بدل ما انت ضيعت الوقت ده كله. ممكن في الاخر الرسمة دي كلها تطلع غلط. لو ما بتتحركش مع بعضها. صح? فاسهل حل ان انا اروح مستورد كله. وبعد ما استورد كله يا بش مهندس اروح عمل رن. مش فانس اعمل رن على ايه? واحنا اشتغلنا ولا عملنا اي حاجة? لا احنا هنعمل رن بس كده عشان نشوف المنظر ده وهو بيتحرك. بيتحرك كله مع بعض وكله تمام? خش بقى عرف قطاعاتك وعرف الماتيريال وعرف 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 من كده كله. عشان لو هم مش بيتحركوا مع بعض فانت هتروح تعيد الديك سيف. فما تبقاش بقى لك ساعة شغال وفي الاخر كله اللي انت بتعمله ده غلط وهترجع تعيده تاني. فهمتني? فهمت ان احنا نتكلم فيه? طيب. تعال نجرب كده. هيبدأ يعمل رن. وهذه المنظرة هو. حل? اعمل ستارت اناميشن. ايه اللي حاصل? ايه اللي حاصل? لا لا سيبك سيبك ان هي كبيرة او صغيرة دي مش قصتي دلوقتي. سيبك ان هي بتحرك كبيرة او صغيرة. انا اللي هميني ايه باش مهندس. لما اجا اقرب على حتة هنا زي دي كده. ايه اللي حاصل? البلاطة والكاميرا بيتحركوا مع بعض او لا اه? يعني اعين ايه اللي احمل لبعض او لا اه? صح ولا مصحة باش مهندس? عارف انت لو كنت ترسم كاميرا واحدة بس فرقة معاك اتنين سنتيب وتهتلاقي البلاطة بحرك لوحدها والكاميرا بحركة. فهمت? فهمت يا رشوانسين? هي طلعت صحة من اول مرة. فده الحمد لله. بتعم? اما بقى بالنسبة ان انت شايفت تتحرك حركة كبيرة او حركة صغيرة احنا زي ما قلنا ما لناش ايه? لناش علاقة بالحركة اللي هي بتحركت انت شايفة كبيرة او صغيرة? انت كده كده في الاخر ترجع بقى تكمل شكلك وتحط الاحمال وتعمل 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 ايه? التصميم بتاعك كامل زي ما انت عايز. لكن كل اللي انا كنت عايز اقول لك النهارده ان انت تعمل ايه? الكسة دي. سهلة الكسة دي او صعبة? سهلة او صعبة? لا يا صعبة. الحقيقة الكسة بتاعتك دي اكس اف دي صعبة. ومش هتظبط معك كده زي ما هي مظبوطة قدامك كده.